اشتركوا في القناة فضلا عن موافقته بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين واتفاقية أخرى للخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا وإحالة تلك المشاريع بقوانين إلى مجلس الشورى على الأموال بخصوص المقيمين في البحرين أصحاب شركات ومأسسات وبنوك ومصارف لأن هذه علاقة بالاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تم الموافقة على هذا المشروع كون أنه ليس له أي ضرر على المواطن البحرين وإنما له علاقة بالمواطن المقيمين على أرض البحرين بالإضافة إلى أن هناك أمور أخرى ذات علاقة بموضوع البصمة الوراثية تم رفض هذا المشروع لكون أنه ممكن أن يستغل بالإساءة وممكن أن يضر في مصلحة المواطن المجتمع البحريني وهناك طبعا اقتراحات أخرى قدموها أصحاب أستاذ النواب في كذا مجال كان أهمها ربما هو موضوع الطفل بحيث أن كيفية أن يصبح الطفل ذو سنة 15 سنة عضوا في الجمعيات الأهلية والخيرية أو تم رفض هذا الموضوع لكون أن الطفل مفترض أن نعزز من دور الآباء والأمور في دفعهم للدراسة والتعلم وإعدادهم وتجهزهم لمستقبل كقادة ويحملون مسؤولية البلد في زمانهم ومستقبلهم ولذلك فضل عدم إدراج وتحميل الأطفال مسؤولية ما يدور في الجمعيات الأهلية والخيرية